بعد كم يوم العراق راح يكون نسخة من دول شرق آسيا بسبب محلات الاسنساخ اللي بدأت تنتشر بشراسة والمشكلة صرنا نشوف في بغداد بين شارع وشارع مركز السنساخ مهمته يستنسخ صور البنات عن طريق ما يسمى عمليات التجميل والمشكلة العدوى وصلت للرجال اليوم الشاب إذا ضيع خطيطه في شارع راح يشوف ألف وحدة تشبه خطيبته واي زينة بس الموزينة هو البحث المتعب عن تلك الخطيبة واللي يتقدم اليوم لخطبة فتاة معينة لازم يأخذوا إياه أجهزة كشف متطورة خاف أكو أشياء مو حقيقية بعدين تلاس بعض الشباب صار من يفكر يرتبط بشابة يطلب صورتها القديمة لأنه يريد يتأكد من ولي العهد راح يجي عن نسخة القديمة لو على نسخة بعد التحديث المشكلة الأخطر إنه هاي العمليات تحولت إلى ظاهرة اجتماعية بحيث أصبحت موضة حالها حال موضات الأخرى وهذا فسحن المجال لكل من هب ودب أن يفتح محل السنساخ أفوان مركز تجميل حتى يسوي عمليات تجميل للشباب والبنات بدون علم ولا شهادة كل اللي يملكه هو دورة سبوعين في دولة قريبة هذا لا يعني إننا لا نملك أطباء ماهرين ومراكز تجميل راقية وعلمية ومؤهلة وأكاديمية السؤال اللي يطرح أو يطرح نفسه ليش مراكز التجميل غير المرخصة ركز هنا غير المرخصة غير مسيطرة عليها في بغداد شنو اللي يمنع الجهات المختصة من إغلاقها مو؟ خاصة إنه بسبب هاي المراكز زادت نسب الفشل بعمليات التجميل أهوائي منها تسببت بتشوهات بالوجه والجسم وأدت بعضها إلى الوفا زين شلون؟ نعزي هاي المراكز للمواطنين شنو سر استقطاب جنسيات غير عراقية للترويج عن هذي المراكز شنو سر ارتفاع أسعار عمليات التجميل قياساً بدول الجوار زين هل غدت هاي الإغراءات هواس التجميل؟ أم إن المجتمع صار بين نار فوضى مراكز التجميل وبين غياب الرقابة؟ هذا السؤال المحور في حلقته لهذه الليبة شوف هذا التقرير وأرجع لكم شكراً لكم شكراً لكم